أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ضرس الهدى مستانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to our series, How to recite the Qur'an in the proper way In this video, inshaAllah, we will take page number 25 from the second juzah 25, page number 25 from the second juzah which is in Surah Al-Baqarah inshaAllah Before I start, I want to remind you Please, if you didn't listen or watch the previous videos in this juzah, the second juzah Please, you know, go listen to them Watch them and then listen to this video inshaAllah Because they are in order inshaAllah In that way, you finish the juzah by order inshaAllah May Allah subhanahu wa ta'ala reward you And let us now start, inshaAllah, our video Bismillah So, we will start from ayah number 164 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ So, إِنَّا We have two seconds حَرْقُ النَّمُشَدَّد فِي خَلْقِ So, the Ha is heavy The Qaf is heavy But not all the way The lowest level of heaviness فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ The Hamza is light The Ra is heavy And the Daad تَفْخِيمُ النِّسْبِ Which is the Not all the way It is heavy but not all the way وَاحْتِلَافِ So, the Wao here is light And the Ha is heavy وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ The Noon, two seconds حَرْقُ النَّمُشَدَّد And the Ra is heavy Then وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي The Jam has قَلْقَلَة تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ We have two seconds إِخْفَاء يَنْفَعُ النَّاسِ Two seconds حَرْقُ النَّمُشَدَّد Then وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا So وَمَا Four seconds مَدُّا مُنْفَاصِل أنزَلَ Two seconds إِخْفَاء أَنْزَلَ اللَّهُ So the lamb is light and then لَبْضُ الْجَلَالَ is heavy مِنَ السَّمَاءِ We have four seconds مَدُّا مُتَّصِل مِمَّا We have two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّة مَاءٍ We have four seconds مَدُّا مُتَّصِل Okay مَاءٍ فَأَحْيَا So we have two seconds إِخْفَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْأَرْضَ The same thing we said you know in the previous word الْأَرْضَ The hamza is light the ra and the daad are heavy بَعْدَ مَوْتِهَا Then وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ So وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ We have two seconds إِخْفَاءِ دَابَّةٍ We have six seconds and this مَدْ called مَدْ كَلِمِ مُثَقَّل So and we extend it you know six seconds okay مَدْ كَلِمِ مُثَقَّل okay مَدْ لَازمْ كَلِمِ مُثَقَّل six seconds and then after that we have two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّةٍ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ذَتَا is light صَاد is حَمْس and and هِذِي وَتَصْرِيفِ الرِّيَاح ذَرَاهِر is light and it has شَدَّة so pay attention you you know give it its right of lightness and then حَمْس in the because we stopped on it then وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ so وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ ذَحَائِزْهِلِ بَيْنَ السَّمَاءِ we have four seconds مَدٌ مُتَّصِل وَالْأَرْضِ ذَهَمْزَ is light رَائِزْهِلِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ we have إِدْغَامٌ بِغُنَّ merging the تَنْوِين in the lamb but without any seconds لِقَوْمِ ذَا قَافِزْهِبِ لِقَوْمِ we have two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّ يَعْقِلُونَ so that's the first ayah we go to the next ayah insha'Allah وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ so وَمِنَ النَّاسِ two seconds حَرْغُنَّ مُشَدَّد مَنْ يَتَّخِذُ two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ we have what we have two seconds إِخْفَى then دُونِ اللَّهِ لَفْظُ الْجَلَالَ is is light أَنْدَا we have two seconds إِخْفَى أَنْدَادَيُ we have two seconds إِدْغَامٌ بِغُنَّةِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لَفْظُ الْجَلَالَ is light here and حَمْسَ in the end in the ha next وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا we have four seconds مَدُّ مُنْفَاصِل أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ this is إِدْغَامٌ without any seconds without غُنَّة then وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ يَرَى يَرَى the ra is is heavy then يَرَى الَّذِينَ be careful not to make the lamb in الَّذِينَ heavy because of the heaviness of the ra so وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَا the ra is heavy la is light and then we have four seconds مَدُّ مُنْفَاصِل ظَلَمُوا إِذْ يَرَى يَرَوْنَ the ra is heavy يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ we have two seconds حَرْغٌ لَمُشَّدَّد أَنَّا الْقُوَّةَ دَقَافِ زِهِي لِلَّهِ جَمِيعًا then وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ so وَأَنَّ we have two seconds حَرْف غُنَّ مُشَدَّد okay لَبْضُ الْجَلَالَ here is heavy the ha is light وَأَنَّ اللَّهَ لَهَ okay شَدِيدُ الْعَذَابَ قَلْقَلَ in the بَ next insha'Allah next ayah إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ so إِذْ 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 تَبَرَّأَ all the letters in تَبَرَّأَ are light except the ra it is heavy تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا وَرَأَوُوا the ra is heavy here وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ the qaf and the ta are heavy بِهِمُ الْأَسْبَابِ the ta in taqatat is hams بِهِمُ الْأَسْ hams in the scene and then in the ba in the end has qalqala okay next ayah وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا so the wao is light وَقَالَ the qaf and the alif are heavy وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد لَنَا كَرَّةً the ra is heavy we have two seconds فَنَتَبَرَّأَ the ra only letter here is heavy فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا the same thing the ra here is the only letter that is heavy مِنَّا we have two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد then كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ لَفْظُ الْجَلَالَةِ is heavy أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ the ra and the alif are heavy عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارُ so وَمَا هُمْ بِ we have اخفاء شفاوي okay two seconds بِخَارِجِينَ the ha and the alif are heavy مِنَ النَّارُ the noon here two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد and the ra in the end is heavy okay next ayah يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا يَا أَ we have four seconds مَدُّ الْمُنْفَصِل اَيُّهَا النَّاسُ two seconds in the noon حَرْغُنَّا مشَدَّد كُلُوا مِمَّا two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد فِي الْأَرْضِ the hamza is light the ra is heavy and the daad is heavy تَفْخِيمُ النِّسْبِ okay حَلَالًا طَيِّبًا two seconds ikhfa and the sound of the ikhfa here is what is heavy because of the heaviness of the ta'ah then وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ the ha is heavy the ta is heavy خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ the ta and the alif are heavy then إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ إِنَّهُ two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد لَكُمْ عَدُوٌ مُّ two seconds idghamun bigunna the last ayah in the page إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ so إِنَّمَا we have two seconds حَرْغُنَّا مشَدَّد يَأْمُرُكُمْ بِ two seconds ikhfa'un shafawi بالسُوء four seconds maddun muttasil والفَحْشَائِ حَا has hems and in four seconds maddun muttasil وَأَن تَقُولُ two seconds ikhfa'a the qaf is hibi عَلَى اللَّهِ notice عَلَوْ so the laam in the in'ala is light لَفْضُ الْجَلَالَ is hibi okay مَا لَا تَعْلَمُونَ and that's you know here by this ayah we are done alhamdulillah from the first from this page I'm sorry okay now let me read it again inshallah for you إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُّ مُّبِينَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَاشَاءَ اللَّهِ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مِيَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَوَرْدُ you Brothers and sisters before I end I just want to remind you insha'Allah if you didn't you know subscribe to our channel please go ahead and subscribe and share you know this video and the others video insha'Allah with everyone in your social media may Allah reward you all بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته